اعرب فرحة مهني رئيس الحركة من اجل تقرير المصير في القبائل المنطقة السعية للانفصال عن الجزائر الرغبته في افتتاح تمثيلية لدولتها في العاصمة المغربية الرباط وبمدينة العيون وذلك في حال قررت المملكة الاعتراف بجواز الصفر الذي تسعى حكومة القبائل المؤقتة لاصداره في الفترة المقبلة لصالح الشعب القبائلي اقل مهني في حوار اجته معه مجلة الوبسيرفاتور الناتقة باللغة الفرنسية ان حكومته تسعى لنيل ثقة المجتمع الدولي في جواز الصفر الذي تعتزم اطلاقه مباشرة بعد بناء عدد من مؤسسات الدولة طالبا من المملكة ان توافق على فتح تمثيلية ديبلوماسية للقبائل في الرباط والعيون وشدد رئيس الحكومة القبائلية المؤقتة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية مقر لها على استعداده الكامل للاعتراف بمغربية الصحراء عبر فتح تمثيلية لدولته على اراضيها منبها الى ان الجزائر توصل دعم البوليزاريو لانها في حاجة الى قلق عدو خارجي لكسب الشرعية في قمع الحرية والممارسة الديمقراطية داخل البلاد والتذيق على الاصوات الحرة ولم يسبق للمغرب ان اعلن دعمه لحق الشعبي القبائلي في تقرير المصير او اعترف بدولة القبائل التي يرأسها فرحة مهني الا ان العديد من المتابعين طالبوا باستغلال وزارة خارجية المملكة لهذه الورقة من منطلق مبدأ المعاملة بالمثل مع جارة الشرقية الجزائر التي تدعم بشكل صريح جبهة البوليزاريو الوهمية طيلة 45 سنة وتضرب في الوحدة الوطنية وسيادة المملكة